بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 3 بارت 7 details of reinforcement for beam 1 using empirical missile احنا بعد ما خلصنا الديزاين بتاع بي 1 اللي هي الكاميرا اللي قلنا عليها توزيع المومنت بالشكل دوت وصممنا الساكاشن اللي هي ساكشن 1 وساكشن 2 وساكشن 3 ساكشن 1 لما جينا نصممه طلع عليه كامسيخ خمسة فاي 16 وساكشن 2 اتنين فاي 16 وساكشن 3 عندي لهو 3 فاي 16 طب لما بنيجي نرسم ولازم نهتم بالرسومات جدا لان الرسومات دي هي الفاينال برودكت بتاعها يعني بمعنى ان انت لما بتنزل التنفيذ بيبقى عندك اللوحة ملكش علاقة بالحسابات فلازم اتراعي كل التفاصيل وانت بترسم فمطلوب عندي بنرسم حاجة زي القطاع الطولي وبنرسم مجموعة قطاعات عرضية اللي هي ساكشن 1 و 2 و 3 اولا وانت بترسم لازم تلاحظ ان في الكوفر عندك لازم ترسمه اللي هو خمسة سنتي حسب الاسكيل اللي انت شغال عليه طيب انا عندي هنا في البحر ده مطلوب كامسيخ 3 اسياخ يبقى لي 3 اسياخ واخده من اول اسبان لنهايته نفس الكلام هنا في 3 اسياخ طبعا هنا عشان 3 اسياخ ما تقدرش تعمل كات اوف لكن لو انا عندي مثلا دول 4 اسياخ لأ كنت اخد سيخين طوال والسيخين التانية هتعمل فيهم كات اوف طب لما تيجي عند السيكشن 1 السيكشن ده كان مطلوب فيه كامسيخ 5.16 طب هل حنمشي الخمسة دول مع بعض لا هيبقى فيه 3 طوال و2 اسيارين السيخ الطويل حيدخل اللي على 3 والاسيار حيمتد داخل البحر اللي على 4 يبقى ده طول السيخ الطويل وده طول السيخ الاسيار نيجي عند الساب بورت الخارجي مطلوب فيه كامسيخ سيخين اللي هم 2 فاي 16 هادي السيخ اللي انا محتاجهم المسافة دي بتبقى طول السيخ اللي هو 2 من 10 قل وطبعا عشان التماسل السيخ ده نفس الطول بتاع السيخ ده المشكلة هنلاقي فيه جزء هنا مفهوش حديد الجزء ده فبنحط حديد اللي هو 2 فاي 10 ده اللي بنسميه الستيراب هنجر الهدف منه انك تربط فيه الكنات لان الكنات محتاجة حديد سوفلي وحديد علوي عشان تعرف تربط الكنة يبقى انت كده رسمت الحديد في القطاع الطولي مع الكنات الموجودة الكنات ديت اللي هي 5 فاي 8 في المتر يعني كل 20 سنتي فيه كانة القطر بتاع الكانة فاي 8 طيب نيجي نرسم القطاعات العرضية سيكشن واحد وسيكشن اتنين وسيكشن تلاتة سيكشن واحد ديت اللي هي التي اللي هي 55 سنتي وهنا غالبا بنرسم بسكيل واحد الى عشرة ونحط الكانة ونجي نحط الحديد بحيث يبقى متماسل السيكشن ده هنا فيه كمسيخ خمسة هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دول الخمس اسياخ اللي ماشيين فيه الكاميرا فيه كمسيخ تحت هنا اللي هما 3 فاي 16 ترسم الحديد بالشكل دوت يبقى انت رسمت سيكشن واحد واحد طيب سيكشن اتنين هو نفس الديمينشن ولكن الحديد اللي فوق هنا 2 فاي 16 والحديد السوفلي اللي هو 3 فاي 16 طيب سيكشن تلاتة اللي هو في النص هنا بالزبط فيه كمسيخ ناسخين اللي هما 2 فاي 10 وتحت فيه كمسيخ اللي هما 3 فاي 16 وزي ما بنقول القطاعات دي بنرسمها بسكيل واحد لعشرة وبالراعي فيها ان الحديد يبقى متماسل حوالين السنتر لين